حكم بإيقاف القيد على الزمالك بسبب مستحقات مساعدين فريرا في تطور مهم حصل مساعدين مدرب الزمالك جوسفلدو فريرا على حكم يقضي بإيقاف القيد على النادي بسبب عدم تسلمهم لمستحقاتهم شكوى بقيمة 90 ألف دولار ضد الزمالك كشفت مصادر موثوقة أن مساعدين المدرب البرتغالي تقدموا بشكوى رسمية ضد الزمالك بسبب عدم تلقيهم مستحقاتهم المتأخرة والتي تقدر بحوالي 90 ألف دولار تحذير من إيقاف القيد مال ما تسدد للمستحقات تلقى نادي الزمالك إشعارا رسميا بالحكم وتحذير بأن إيقاف القيد سيظل ساريا حتى يتم دفع مستحقات المساعدين مع فرصة لحل الأزمة بدفع المستحقات لللاعبين مواجهة قادمة للزمالك في كأس الاتحاد الأفريقي في إطار رياضي يستعد الزمالك لمواجهة نادي ساجرادا الأنجولي في كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ضرورة حل الأزمة لضمان استمرارية القيد يشدد على ضرورة حل الأزمة بسرعة من قبل إدارة الزمالك لضمان استمرارية القيد وتفادي المشاكل المحتملة في المستقبل